مريم بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بنت عندي 13 سنة اعاني من نغزات في القلب ودوخة وصداع واغماء وعدم القدرة على التنفس واسهال مزمن وترجيع ومن تلك الاعراض كتير ممكن اعرف السبب مع العلم انا دايما ضغطي منخفض والسكر واطي في الدم ممكن اعرف السبب جزاك الله خيرا اه طبعا ممكن تعرفي السبب جدا جدا بس الاول اتفق انك تصدقيني هتصدقي هقولي مش هتصدقي اخذ الرسالة لبعدك مصدقة طب احليفي انتي ما عنديكيش حاجة ربنا خلق لنا عصب اسم العصب العاشر فاكرة حلقة انبارح لو كنت بتتفرجي على حلقات بانتظام كنت بتتكلم على الاعصاب المخية الاعصاب المخية الاول التاني لحد 12 في منهم عصب اسمه العاشر العاشر ده مهم جدا جدا ربنا عامله ليه عشان يقول للقلب خلي عندك دم العصب العاشر عصب مسؤول عن يقول للقلب واعضاء تانية بس انا هقول القلب لان هو السهل وهو السهل لكن جميع الاعضاء بالرحال العصب العاشر يقول للقلب خلي عندك دم يعني خلي عندك دم انا قلبي الطبيعي بيدوق بين سبعين و تسعين حنقول بين ستين و تسعين حنقول سبعين و خمسة و سبعين طيب لو طلعت السلم المفروض يعلى تمام احنا قلنا خمسة و سبعين ممكن يبقى مية موافق لكن عيب لما يبقى تلتمية عيب لما قلبي عشان اطلع سلم يبقى قلبي تلتمية ده في دقيقة اه يزيد على عيني و راسي ما هو حيزيد عشان الجسم كله بيتحرك نما من خمسة و سبعين لمية لمية و عصر يا سيدي لما يبقى تلتمية لا ده وظيفة العصب العشر اتلم خلي عندك دم ما تبقاش في تلتمية بيخلي القلب ايه في الهادي ساعات يشتغل غلط ساعات العصب العشر يشتغل غلط يوم يوطي الضغط و يوطي ضربات القلب و يدوق المنظر اللي انتي بتقولي ده المنظر اللي انتي بتقوليه و بتقولي والسكر واطي مالوش علاقة و عال مش عارف واطي ده اشتيمة ولا رقم مش عارف انتي مقولتيش السكر واطي ماشي ماشي بس يقوليهش علاقة مش تابع العصب العشر فيه اختبار يا بنتي مهم جدا اسمه المندضة المائلة المندضة المائلة بننايم العين على ترابيزة و نغير وضعها بس بسرعة و احنا بنغير الوضع بنشوف رسم القلب شكله ايه و الضغط شكله ايه و ضربات قلبك بقيت كام اذا طلع ايه جابي يبقى نقولك لا ده محتاج علاج اذا طلع سلبي باركلك العصب العاشر شكل رسالتك كده كلها عصب عاشر ما عدا كلمة سكر انتي عرفت انه سكر واطي ازاي عرفتيه ازاي خدت عينه طلع كام ارقام قد تكون كلها سليمة يعني انتي متهيئ لك انه واطي بس هي سليمة زي بالضبط واحد يجي يقول لي ايه انا ضغطي واطي اقول له كام يقول لي مية وعشرة سبعين اقول له ضواطي يقول لي اه ما هو الطبيع مية وعشرين تمانين اقول له امريكا عملت ابحاث كثيرة جدا جدا عن الضغط من ثلاثة اربع سنين قالت مية وعشرين تمانين ده الطبيعي ولكنه مش المثالي والنص حاجبها لك في البيبر بالنص مية وعشرين تمانين is the normal بتنضى ايديا مش المثالي ومالكام يا امريكا المثالي قالت مية وعشر سبعين كل ما الضغط بقى واطي في الحدود اللي تحطت الارقام ده عمرك اطول واريح للقلب فاحنا ما بيناش نقول له واحد مية وعشر سبعين ضغطك واطي نقول له لا ضغطك مثالي كنا زمان مية وعشرين تسعين يقول لك ده بداية ارتفاع الضغط ما كناش نعالجه اما قابل عيان مية وعشرين تسعين اقول له خلي بالك احسن ضغطك يعلى اتغير الوضع تماما مية وعشرين تسعين دلوقتي بيتعالك وبالمنطق بالمنطق قال لك انا يعني امريكا قال لك انا سيمه ليه لما يعلم طبعا نعالجه بالوقتي ما نعالجه خليه مية وعشرين ثمانين او مية وعشر سبعين مية وعشر سبعين ضغط طبيعي للي ما يعرفش هنعملك يا بنتي مريم هنعمل اختبار المندضة المائل طبعا هتروح الدكتور انا بتكلم يعني التنوير او بعلم الناس يعني انما ده هتروح الدكتور اذا طلب من ضغم الى وفقه فيه ساعات الواحد يدوخ وهم بيعملوا هذه الحركة اللي هي بيبقى نايم في السرير يجي قايم يلاقي نفسه ضايخ ده يعمل هذا الاختبار الاختبار بيطلع منه اكثر من نتيجة فيه نتيجة اسمها ايجابي فيه حيات اسمها بوتس ده موضوع تاني خالص مش مهم نعرفه لكن منظر اللي بتقولي ده منظر عصب عاشر مش محترم